ينضم إلينا من هناك مباشرة مراسل زاكروس زميل مهند محمود ليضعنا في أجواء مراسيم استقبال ممثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مطار أربيل الدولي والذي من المؤمل أن يبحث عدد من الملفات المهمة على صعيدين العراقي والإقليمي مع القيادة الكردستانية نعم يا مهند تفضل ما جديدك نعم مهند نعم بداية المساء الخير نحن الآن نتواجد في مطار أربيل حيث هو من المقرر أن تصل طائرة ممثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخاص بمبعوثه ميخايل بروغانوف والذي من المتوقع أن يصل خلال النصف ساعة القادمة هناك بروتوكول للإستقبال السيد سفين دزاي ومحافظ أربيل وعدد من المسؤولين في إقليم كردستان إضافة إلى القنصل الروسي يعني احتمال النصف ساعة القادمة سيشهد مطار أربيل هبوط هذه الطائرة طبعا هذه الزيارة تأتي بعد الزيارة التي قام بها ممثل الرئيس الروسي إلى بغداد يوم أمس وتباحث مع رئيس الحكومة العراقي بمواضيع عديدة من ضمنها أو على رأسها المواضيع الأمنية التي تخص العراق وموقع العراق واليوم أيضا سيتم التباحث مع إقليم كردستان على ذات الموضوع معلوم أن روسيا تتمتع بمتابعتها الحثيثة للمواضيع الأمنية في منطقة الشرق الأوسط إضافة إلى المواضيع التي تخص خارج العراق ومنها سوريا وغير ذلك جدول الزيارة التي من المفترض أن تكون اليوم مكتظة ستبتدأ بلقاء ممثل الرئيس الروسي بالرئيس مسعود بارزاني ورئيس الإقليم السيد نيتشيرفان بارزاني ورئيس الحكومة السيد مسرور بارزاني وإضافة إلى أن هناك لقاء سيجري مع وزير الخارجية العراقي عند الساعة الدكتور فواد حسين عند الساعة الرابعة عسر اليوم في فندق ديفان هذا هو الجدول أما المعطيات التي ستخص تباعا الزيارة أكيد سنتواصل معكم ونوافقكم أولا بأول كنت تسمعني على جدول أعمال الوفد الزائر هناك ملفات مهمة عدة ستم مناقشتها هل من الممكن أن تكون الانتخابات العراقية على جدول هذه الملفات أو من ضمن هذه الملفات وأيضا موضوع تشكيل الحكومة العراقية الجديدة هل ستكون محور للنقاش بين الوفد الزائر والقيادة الكردستانية طبعا هي مواضيع عديدة أكيد على رأسها موضوع تشكيل الحكومة العراقية وأكيد أن القوى الموجودة في بغداد والقوى الموجودة في إقليم كردستان هي متابعة من كل العالم ومن روسيا فأيضا سيكون من ضمن موضوع الزيارة موضوع تشكيل الحكومة العراقية حيث معلوم أن الحكومة العراقية الجديدة التي تشكلت كانت قد تشكلت من القوى العربية والكردية لتشكيل الحكومة العراقية فبالتالي من ضمن مواضيع الزيارة إدراج موضوع تشكيل الحكومة العراقية والتوافقات السياسية إضافة إلى الخروقات الأمنية التي صارت تعصف في عموم العراق وفي المناطق المحاذية لإقليم كردستان والتابعة لإقليم كردستان ظهور الإرهاب مرة أخرى وهذا ما صرحت به عدد من الوسائل وسائل إعلام الدولية يوم أمس وقبل يوم أمس يعني هناك عودة لإرهاب في هذه المناطق التي حتى هذه اللحظة لم تحسم أو لم يحسم أمرها إداريا وبالتالي صارت بؤرة للتواجد الإرهاب كل هذه الأمور إضافة إلى حدود العراق المتاخمة لسوريا والمشاكل التي تعصف في العراق عموما ما بين الكتل السياسية هي متابعة من قبل نعم مهند سنبقى معك متواصلين في نشراتنا الأخبارية اللاحقة مهند محمود مراسلنا من أربيل شكرا جزيلا لك